يعني أؤكد على ما قالته زميلة نالانا من القدس بأن حزب الله يقصف برشقات صاروخية هذه الرشقات كسرت الجمود والحذر والترقب الذي تخلل وخيم على الأوضاع في الصباح الباكر إبان أعياد الأعياد العبرية وهي أعياد الغفران بالفعل رشقات صاروخية وصلت مناطق الجليل المختلفة وصلت إلى غرب طبرية وصلت إلى صفد والمستوطنات المحيطة بها ومنذ قليل كانت هناك صفرات انذار تدوي في المنطقة القريبة جدا وهي مستوطنة مارغيليوت لا زال الفشل الذريع للدفاعات الجوية الإسرائيلية يتصدر المشهد وهناك مسيرات كما أعلنت جيش الإسرائيلي وكما أسلفت في التقرير المسيرات التي دخلت من جنوب لبنان ومن مناطق أخرى استطاعت الدفاعات الجوية أن تعترض واحدة منها والمسيرات الأخرى وصلت بالمناطق قريبة من تل أبيب مثل هرتسيليا ولم تستطع دفاعات الجوية حتى لا إسقاط المسيرات ولا كم الصواريخ التي تطلق من جنوب لبنان بالفعل يوم أمس شهد أيضا أكثر من 200 صاروخ أطلقت من جنوب لبنان هناك ثلاثة قتلة من الجانب الإسرائيلي جنود إسرائيليين في المواجهات البرية في العملية المحدودة التي كما يصفها الجيش الإسرائيلي وثمانية إصابات هناك أعداد إصابات في المستوطنات أيضا هناك حرائق يعني التهمت الحرائق المنازل والمستودعات والمباني المعركة مستعرة بالفعل وربما تشهد تطور أكبر في الأيام القادمة لنا فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض جميع المسيرات من حزب الله كيف نعكس على الشارع الإسرائيلي؟ بمعنى هل زاد من غضب الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو نتيجة هذه الاستهدافات خاصة كان هناك في الفترة الماضية غضب شديد بسبب فشل نتنياهو من إعادة رهائنه الإسرائيليين من غزة بالفعل من ناحية هناك يعني من يطالب الحكومة الإسرائيلية بضرورة التوجه إلى صفقة ووقف الحرب خاصة في قطاع غزة ولكن من ناحية أخرى هناك من يؤيد الحرب على الجنوب اللبناني واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة خاصة بأن معظم الشارع الإسرائيلي حقيقة يعني يدعي بأن إسرائيل هي من انتصرت أو منتصرة حتى الآن في حربها ضد حزب الله خاصة مع الاغتيالات الناجحة جدا التي كانت قد نفدتها القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وأيضا العمليات العسكرية وبعض التوغلات التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي خاصة مع تكتم كبير بعدد الإسرائيليين الذين يقتلوا في هذه المعارك التي ما زالت جارية حقيقة سواء في الجنوب اللبناني أو حتى في قطاع غزة بالأمس مثلا كان هناك أربع مروحيات عسكرية نقلت جنود أصيبوا على ما يبدو في بعض المعارك في الجنوب اللبناني إلى مستشفى رنبام ولم يكن هناك أي تفسير من قبل الجيش الإسرائيلي بخصور هذه الحادثة أو حتى عدد القتلى من الجنود أو حتى المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة وبالتالي الشارع الإسرائيلي من ناحية هو يعتقد بأن إسرائيل تفوز وتنتصر الآن في العمليات العسكرية في الجنوب وهو يريد استمرار هذه العمليات حتى يستطيع المائة ألف إسرائيلي العودة إلى المستوطنات الشمالية طيب رائد بالإضافة إلى ما ترسيده لنا من حيث أنت التراشق بين الجانبين الإسرائيلي وحزب الله هل يمكنك أن تصف ما يجري على الحدود من دعم إسرائيلي للجيش المتواجد داخل جنوب لبنان سواء كان بالعدة والعديد هل رصدت شيئا من هذا القبيل بالعين المجردة مثلا نعم روناك يعني قلنا سابقا بأن هذه الجبهة كانت تقاتل فيها ثلاثة فرق إسرائيلية والفرقة تعتبر هي ثلاثة ألوية تم دعم هذه الجبهة بالفرقة 146 وهي عبارة عن 17 ألف جندي منهم مشا من جنود المشا ومنهم من جنود المدرعات وكذلك بالمدفعية يوم أمس كان حافلا جدا إن كان في ساعات النهار وإن كان في ساعات الليل لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان يعني عملت على مدار الساعة في الضرب ربما هذه الساعات الصباحية هادئة نسبيا لكن الليل كان ساخنا جدا أيضا كانت المقاتلات تحلق وتجري غارات على المناطق الساخنة في العمق اللبناني وتعود وذلك ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كما أسلفتم ناصحا المواطنين في جنوب لبنان بعدم العودة إلى مساكنهم في المنطقة الجنوبية ربما هناك فيديوهات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لصحفيين لمواطنين تظهر القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في بعض البيوت وبعض المنازل وأظهرت أيضا بعض المستودعات للذخيرة ومنصات الصواريخ يقول الجيش الإسرائيلي بأنه يقصف هذه المناطق العسكرية تجمعات لحزب الله ومستودعات الذخيرة وحتى مناطق لتصنيع الأسلحة نعم شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفصيلات من الحدود الشمالية الإسرائيلية مفاد الحدث رائد الأغبر وأيضا شكر موصول لمراسلة الحدث من القدس لنا كل قاسي